بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب كلية العلوم قسم الأحياء يومة الملك خالد تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة نتكلم على شعبة الحبليات لفالم كورداتا المحاضرات نهاردة على شعبة الذيل حبليات أو الصفايلام يورو كورداتا البداية يورو معناها ذيل فهي لاتن تورم فسموها الذيل حبليات يعني من اسمها كده أن الحبل يقع في المنطقة الذيلية للجسو في البداية شعبة الذيل الحبليات أو اليورو كورداتا حيوانات بحرية صغيرة راقتها تشبه يرقة أبوتنيبل والتادبول الموجود في الضفاضع الحيوانات البلغة تسمى ذوات الأغطية أو تونيكيتس لأنه يغطاها بطبقة جلدية بسموها تونيك فبسموها ذوات الأغطية أو نسبة إلى الغطاء الخارجي اللي بيفرزه طبقة من جسم اسمها المنتل اللي بتغطي المنتل يعني طبعا مثالنا النهاردة هو حيوان الأسيديا والمعروف بقرب الماء أو بخخات الماء أو قزازات الماء أو سبب اللي بسموه السيس كوردس دي طبعا اليارقة بالشكل اللي حضرنا كلم عليها تاني طبعا ده بداية الجسم ده فتحة زي فتحة الفم وده فتحة الإخراج زي الإنس تدخل على البلعوم اللي هو فيه الخيشيم أو البتحات الخيشومية بعد كده هتلاقي فيه منطقة الزيل الزيل ده هتلاقي فيه حبل ظهري اللي هو مسموه النوتو كورد وهتلاقي فيه أنبوبة عصبية موجودة فوق الحبل الظهري الموجود ده عشان كده لما تيجي تبسط لقي معظم النوتو كورد موجود فيه التيل الموجود فيه اليارقة وبالتالي ضموا الأسيديا إلى شعيبة لحلها وسموها الزيل حبليات نظرا لوجود الحبل الزهري في منطقة الزيل حيوان الأسيديا نتكلم عليه بالتفصيل الشكل الخارجي هو عبارة عن كيس الشكل أو برميلي الشكل ذو قاعدة قابلة للالتساق الحقيقة اللي يرقى اللي احنا شفناها من فترة أو الحاليا يعني أول ما نيجي تبدأ في عملية التحور والمتامورفوزز بتستقر على إيه جسم صلب سابت مستقر على في المكان المعيشة وتبدأ تتحور عليه أولا نستقر إنها تثبت فيها تثبت بواسطة إيه الهزف بابلي حلمات التساق موجودة كده أو زقان الالتساق موجودة تحت موجودة ولكن على الصخرة الموجودة دي وتبدأ يتحور من كائن بيتحرك اللي هو التدبول اللي هو اليرقة اليرقة الأسيديا تبدأ من كائن تحورة المعيشة متحركة إلى حيوان آخر ثابت وساكن على القاع طيب يبقى هو كيس الشكل ذو قاعدة قابلة للتساق اللي بتثبته في المكان بتاعه الجسم مغطى بغطاء بسمة تيونك وده جلدي جيلاتيني تفرزه الطبقة الخارجية من جدار جسم اللي هي طبقة المنتل اللي يبقى التيونك ده مين اللي بيفرزه يفرزه المنتل الغطاء بيه كمية كبيرة من السيلولوز السيلولوز طبعا ده مش موجود غير في نباتات يبقى هذي لا توجد عددنا في الحيوانات وده من ضمن الصفات البدائية الموجودة في حيوان الأسيديا إن عليه طبقة من التيونك اللي بيغطيها طبقة المنتل أو لتفرزها طبقة المنتل وتحتوى على كمية من السيلولوز يوجد زراقتان أو فتحات الفتحة الأورانية بسبب ما فتحة فمية أو شهيقية وده طبعا من اسمتها ووظفتها إيه؟ من اسمها ووظفتها دخول الماء وما يحمل من غزع الفتحة الثانية اللي هي الفتحة الثانية الطرفية وهي فتحة إيه؟ اللي بتفتح من الباء فتحة الباء أو الفتحة الزفيرية وهي طبعا من اسمها برضو لزفر الماء أو لخروج الماء يبقى عندي الأول إنهيلنت صيفون هو الفتحة الفمية والإكسهيلنت صيفون الفتحة الشيقية ده لدخول الماء وده لخروج والغزاء طبعا ده لخروج الماء الزائد والمنتجات الإخراجية ومنتجات التكاثر سواء كانت حيوانة منوية أو بويضات لأن الحيوان ده حيوان خنثوي ده شكل يوضح لك بالتفصيل شوية أو ده كتركيب يعني للأسيديا نلاقي اللي هو الهسف بابيلي أو السطولنز اللي هي الأجزاء اللي بتثبت لإيه؟ الكائن على الصخور أو حتى لو مركب في الماء بقالها فترة هتلاقي فيه الإنهيلنت صيفون الإنكارنت يعني وهتلاقي فيه الإكسهيلنت صيفون والخروج الماء وده لخل الماء وده لخروج الماء فيه لومس حسية طبعا موجودة على الحواف الداخلية هتلاقي بعد كده فيه البلعوم وده يعني يشغل حيز كبير وفيه طبعا الشقوق والفتحات الخيشومية اللي تميزه إنه حيوان ثدي طيب ما فيش فيه الشكل الخارجي زي ما انت شايف كده من صفات الحبليات اول حاجة هنلاقيها ايه غير الشقوق الخيشومية نلاقي كمان الاندو ستايل وده برضو الصفة من صفات الحبلية الاندو ستايل طبعا موجود على ناحية البطنية من الجسم اللي هو الميزاب اللي هنأخدناه هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل الميزاب اللي هو اللي بيوجد على ناحية البطنية للبلعوم والفتحات الخيشومية العديدة بعد كده بعد البلعومة بقى فيه المريء قصير جدا بعد كده فيه الماعدة الجزء المنتفخ بعد كده تلتف باقي الأمعاء فيه عمبوب صغير كده بسيط خالص يفتح في فتحة في البهو بفتحة الشرك بعد كده هتلاقي فيه الانسناء الموجودة دي هتلاقي فيه القلب موجود في ناحية البطنية برضو وبرضو ينتمي أو يريليتت برضو لصفات الحبليات ناحية البطنية القلب هتلاقي كمان المناسل والجوند زي ما انتشايف والجوند زي هنا غير منقسمة إلى ميل وفي ميل وبالتالي فهو حيوان في ميل وفي نفس الوقت ميل فهو حيوان خنسوي ده بصفة عامة بشكل عام التركيب الأسيدي الحيوان الخنسوي ده رمي بياضين يفتح بقناس مع قناة التنسلية بتفتح في البهو زي ما انتشايف كده بتطلع منها المنتجات التنسلية سواء كانت حيوانات منوية أو بويضات وده شكل حقيقي للأسيديا في البيئة اللي عايش فيها ده بردو ايه Okay. ها شكل اخر بدو اضبح لك أن ده ناحية الظاهرية وده condemnحية البطنية ناحية الظاهرية البطنية هتلاقي دايما فيها الانداستايل ذال ناحية الظاهرية بي تلاقي فيها الصفيحة الظاهرية ده مذاب وده مذاب موجود في منطقة البلعوم ده مذاب فيه اهداب وده مذاب فيه اهداب ده بسموه دورس اللمين عن ناحية الظاهرة لكن هو نفسه المذاب يسمى الاندستيل عن ناحية البطنية موجود طبعا في منطقة البلعوم زي ما ما وضح لك هنا المناسل والمناسل زي ما قلت لك الوقت ميل وفي ميل لأنه حيوان خنثوي في أعضاء الذكورة وفي أعضاء الأنث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته